يعني حققت 29 ألف دينار في ليلة وحدة في دقايق يعني أنت ما كنت دافع التساعة أنا ما دفعت ولا استلمت الساعة فهذه أشياء يعني تذهل يعني من يصدق يعني يصير كذي مزاد 96 ألف وحماسة يعني 96 مو بشق الأنفس لما خذيتها وبعد ما شريتها اشتغل تلفوني التصالات في البيت رقم غريب رقم خارج الكويت يعني من المملكة يعني أخت فاضلة تشكوا أنا تابعت المزاد الساعة بخاطري والله يعني أنا استحيت منها في زراحة حسيت هنا أم الساعة ما هي لها يعني حق يمكن حق ولدها أو شي ثلاث شتامرين فيه فعطتني سعر خيالي يعني حققت 29 ألف دينار في ليلة وحدة عشان ساعتكم الجرال تشارت لازم لها يعني هذه يعني يا بوطاريها فلازم يعني شسمي نعرف الجماعة أنه سكيلتون موجودة مو مو صاعة غايبة عني يعني هذه نافست فيها أنا في المزاد وشريتها بشريعة غالية يعني الذكر إي إذا شفت حلقة دانة أكيد جميلة شفتها قبل لا يدزولك ولا أحد قال لك ترى تكلموا عنك لا والله شفتها بالصدفة في أنت كنت خارج الكويت وشفتها بالصدفة سبحان الله يعني مبدون ما أحد يقول لي يعني تفاجأت يعني كان حوار شيغ جدا جدا يعني مميز أنت انتقلت من من جنس خشن إلى جنس ناعم كان فيه تغيير يعني حلو 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 هل تشوف مقابراتنا ولا لا والله متابع أنا جيد حتى الساعات حتى الأكسيسوريز ما شاء الله عليكم أنتم مميزين يعني مو مدحن لأن أنت قاعد جدامي لا لا بالعكس أحس أنك وايد مجتهد أنت وزملائك أو شركائك ما شاء الله والله يوفقكم بالعكس إحنا اليوم نستانس لما لما شباب مثل مثلكم يجتهد في صنعة معينة ويبدع فيها لا والله نشجعه وبالعكس نشد على إيده يعني ما قصرت نتوقف في دعمكم في أي نوع من النوع الدعم لا أبد أبد ما قصرت الله يطول في عملي تتذكر متى آخر مرة قاعدنا 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 أيام الكورونا وكمامات و بالخش والديس تتذكر شنو الساعة ولا لا اللي أي ساعة فيهم اللي كنت لابس هاي لا أنت صراحة يعني أمكلمتك أنا قبل اللي أتذكرنا اللي يمكن سنتين أن قلت لك أبو عبدالله أريدنا نصور بودكاست نعم عقبها في فترة سويت لنا شيء جيد سبيشل كان سأذكر يبت لنا 5-9-9-0 صح صح وفتحناها هنا بالمكتب لكن أنا بحط لغطات كان المكتب الغديم وكان جيد غير نعم سهلون من وإحنا صراحة أبو عبدالله معرفتنا فيك بعلم الساعة نعم بس اليوم أريد أن أخذ شوية خطوة ورا أنا ما شاء الله تبرك دائما سأقول وفي ياكو وبينا تقعد وكذلك في أنت لك أكثر من جانب خنقولي نعم أريد أن أبدأ بالجانب الذي انشهرت فيه قليلا قبل الأمانة بساعات كانت ماشاء الله محمد الحيدري من محمد الحيدري كان يذكرون العقار نعم من محمد الحيدري يقول أبو عبدالله تاجر عقار يعني إذا يبسط الموضوع نعم صحيح أريد أن نعود على بدايتك أبو عبدالله والله طبعا البدايات أنا من صغري كنت ملازم والدي رحمة الله عليه والوالد كان يعني ما نقول كان يعني مجتهد في يعني في تجارة العقار يعني من يعلى قولتهم من من أيام شبابه يشتري ويبيع ويشتثمر ويعيد يطور وكذا فمن أنا وعيت على الدنيا وفي طند يعني خنقول في أول شبابنا حبيت الشغلة كنت يعني أتابع معه وكان يعني يعطيني مهام وأتابع مثلا الإيجارات و مع العقود مع العقود يعني يعني أعطاني نوع من الثقة تذكر كم عمرك يعني يعني بالثمنتعش شديد أغريبا ما شاء الله إيه فحبيت الشغلة كنت أستانس أكتبوا صورات وأعرف أتعرف على ناس آخرين يعني حتى من المقيمين ما المقيمين فئات معينة منهم اللي في يعني مناصب معينة يسكنون عندنا أو يعني تبوؤون شغلات في الدولة أو في قطع الخاص تعرفت على ناس كثير يعني شيء العملية لها ذو سجون يعني على قراتهم فكانت حلوة حبيتها وبعدين على قراتهم يتطبع الواحد بعد فترة لين أنا يعني كنت يعني يمكن أنا الشغلة الوحيدة اللي تحسفت أنه يوم من الأيام صرت موظف حسيت في حلاوة الشغلة بعد ما يعني فترة طويلة من الممارسة في البيع والشراء وكذا ما شاء الله يعني كانت بداية الطفرة يعني بداية البلد يعني ذيك الساعة تشتري ممكن تحقق أرباح في سرعة يعني ما هي خيالية بس يعني تحصلها اللي تسوي فيه تجارة معينة التاجر فيها بضاعة وتخزين واستيراد وكذا كان لها لها همومها يعني أو لها مشاكلها غير لمن يوم تتاجر في العقار وتجني خلال فترة وجيزة بدون أي يعني صعوبات يعني فكان الانكمالك على طول ييلك بلد ما شاء الله مثل الكويت لا فيها ضرائب ولا شيء فكان شيء حلو جميل حبيت حبيت الشغلة واستهويت واشتغلت يعني حتى اترك اتركت عملي في 2003 وبلشت على طول ثاني يوم يعني ما عطيت حتى نفسي إجازة انتقلت إلى كونت مكتب وشركة وباسمي وتابعت لهذا ما كان علي شيء تغيير يعني وقمت أداوم يمكن أكثر من دوامي العادي وقت دوامك ما كنت تشتغل نهائيا كنت أشتغل مثل بارت تايم يعني ما قدر يعني مثلا أروح العصر أتابع بالتلفون أول ما أكو شيء مثلا أونلاين ما أونلاين وتساب وماذا شنو عرف شلون فكانت شغلة وايد حلوة إلى يعني ربك يعني أخذ أمانة الوالد رحمة الله عليه بلشت أنا أصير المسؤولة على أسرة يعني كأخوات وإخوان وجري ساعة المسؤولية أكبر حسيت أن أما قدر أقطي العمل يعني فتركت العمل الوظيفة جابلت إلى يومك هذا فالحمد لله يعني عندي يعني هي تكون شغلة العقار ما تختلف عن شغلة ثانية هي موضوع علاقات علاقات ومعارف ومنه تتعرف عليه منه تتعامل معاه سوق يعلمك سوق يوريك منه الزين منه يتلاعب منه عنده خداع في العمل فالحمد لله يعني يكون مجموعة جدا جميلة من العملاء العملاء خنقول المميزين أنا يمكن اختلفت عن الآخرين الحمد لله أنا ماني غير الآخرين بس اختلفت أنه قمت أختار أختار العميل المميز اللي يشتغل معاي والفيد باك ماله وائد ممتاز أو عندي معلومات عنه أسأل عنه سوي لسيرت أسأل عنه شنو هذا العميل مثل ما يعني أنا عندي مثل الخطبة يعني لهذه الدرجة أسأل عنه أبحث أسأل معارفة شلون كذا أتعامل معاه ولما أتعامل معاه فيظل معاه ويبلي عملاء ويبلي لأنها بالواقع يعني هو ما يمن من فراق لأن أنا يمكن الأشياء اللي أبر فيها أو أعطي يحقق منها أرباح وفي ناس حققوا وأرباح خيالية يمكن مضاعفة بنصيحة فهذا أكيد يتعامل معك مرة ثانية ما يروح لأواحد آخر فلازم تكون حذر في اختياراتك فكونت هالعلاقة ما شاء الله يعني يعني أنا يمكن عندي خنقول يعني بلا فخر عندي عشرين عميل يسوون مئتين أو ثلاثمئة عميل ما عرفهم لأن هذول يعني ويه الخير علي أنا يشتغلون معي يبيعون يشترون كله عن طريقي بالتيلفون يأمنوني بوكالات بمبالغ جربوني مرة ومرتين العملية معملية ثقة اليوم اليوم نفتقدها بالسوق أنا يسألك أوشف قبل تسولف عن اليوم تذكر أول صفقة سويتها لها مكانة عزيزة عندك أول عميل قصة عميل في بداياتك سويت صفقة يعني أنا بالنسبة لي كانت صفقة العمر طبعا هذه ما حال يدري عنها كساء على أراضي رخيصة وجنوب السر صحرة نصحني واحد الوالد رحمة الله عليه يعني مثل ما تقول عطاننا الارث وهو حي وزع علينا وهو حي حس أنه يعني تعبان ومريض وكذا فشاور بعض الناس وبعدين شاورني أنا قال لي وزع التركة يعني أنت وخواتك شوفوا عد سبحان الله كل من أخذ نصيبه غيرها طبعا هو نصيبه ما وزع كله خلا يعني كساء والدتي موجودة أيضا رحمة الله عليها رحمة الله عليها فشريت يعني خمس قشايم رخيصة بقيمة قسيمة وحدة اليوم تذكر المبالغ أي أذكر المبالغ شريت أذكر الوحدة بخمسين ألف خمسين ألف والأخيرة كانوا خمس قسائم الأخيرة ما قدرت يعني تأخرت فيها شوية شريتها بخمسة وخمسين وشل مساحة مساحاتهم كانت خمسمائة متر وكلهم شارع واحد وهذه كانت بالنسبة لي صفقة العمر أو يعني الاستب الأول يعني يعني مثل ما تقول تتكي عليه وتوقف فبعتهم ب يعني خنقول الحمد لله ممكن بعشر أضعاف نشاء الله سويت حقق المبلغ بس طبعا الإنسان بطبعة طمع قمت ودخلت السوق أنا معني يعني وايد مو مغامر في الأسهم حبيت شغلة واستهوتني الزملاء والأصدقاء وكذا كان حققون أرباح خمسين وستين بالمئة يعني النسبة السنوية فالشيء مغري غير لما تنتظر وكذا هذا بيوم تقلوب وتعطي وتاخذ فالظاهر أنا ما دشيت على أسهم يعني كانت بعضهم منهم الشركات الوهمية أو يسمونها شركات الورقية ذيك الساعة فخسرت مبالغ كثيرة أي حقبك أنت كلم أي سنة تقريبا هذه قبل 2008 طبعا 2008 التي ثارت وكذا هاي قبل يعني خلنقول من ثلاثة إلى ثمانية تقريبا أني كانت في فرصة كبيرة طبعا هذه العقارات الأولية لا كنت شاريهم قبل هذا التاريخ أيام أيام الرخص خلنقول أي يعني اليوم ما شاء الله مع الوفر المالي وكشي غالي يعني يعني خلن تكلم قبل عشرين سنة لا الأشياء كلش متضاعفة جدا 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 أنا ما ودي أدوش في موضوع العقار ونجيلنا مستحيل يشري بالكويت وكنا نسولف عن أسعار الضاحية وكذا فهذه كانت أول صفقة شو اللي تغير يعني أنا اللي عرفه بالعقار وايد أسولف وأنه أسولف مع ناس شيئا وأكبر منه العقار وايد فيه ثقة نعم يعني تكت حتى مئات الأوف أو ملايين نعم والتجار قبل على الكلمة قلت شيء يقولك تم نعم شنو صار الآن شوف أنا لحقت لحقت على الحقبة وتعاملت مع ناس ما شاء الله وقعت معهم يعني مع كبار تجار الكويت يمر على المكتب يعني يمكن ما يقدر ما يدش بالإشارة يأشر يعتمدوله يعني يعرف رأي المحل وتشودهم كلمة من قبل على الحقار نفسه يعني يمر عليه يقول اعتمد وهو متفق معاه وبالأول مو مثل الحين الحين أول تجارة يشترون بنص القيمة يدفعها مقدم الحين طلعون روحك عشان يدفع 10% جزء من المبلغ الكل عنده تخوف ليش من كثر ما صار في يعني في بعض الفئات كان عندهم تلاعب الناس خاف من التلاعب انت شفت قضايا النص بالعقاري والدنيا واللي اليوم على قولتهم تعض الحية يخاف من جارة الحبل انا خاف من هوز الماء نصبون على الالم في معارض معارض رسمية ترعها وزارة التجارة ذكساء ويهي الوزير يفتتح والوكيل يفتتح وتيهي شركات طبعا الأكثرية ومو كلهم ما عنده ما عنده المادة اللي بيحها أو البضاعة اللي بيحها أو الأرض اللي بيحها كلها مشاريع وهمية أقروا الناس وخذوا منهم دفعات وفي ناس من من الدفع قال لا أنا ما أرضى أقصاد أخذوهم كاش أخاف تهونون ايه أخاف تهونون وكذا ودفعوا وعرف ناس كثير وقاموا يتباكون في المحاكم واليوم جرجرة ووايد ناس بالأخير للحين ما حصلوا شي وهذه قاعد تناقش القضية صار لها سنوات في مجلس الأمة وتعاقبة مجالس واللحين ما صار شي ما شفنا واحد تعاقب أغلبهم حتى يعني تمادوا حتى البعض غير كويتي دشوا سمعنا بعض الجنسيات باقي بالمئة وخمسين مليون ومئتين مليون وهربوا بره لكويت ما في ملاحقة أنت اليوم شلون تخلي يعني الثقة تعودها لهذا السوق فصعب فأنا ليش أقول لك أختار عملاء مميزين أنه لازم أكون عارف العميل شي عنده مو أقصد شي عنده من هذا لا تعاملة معاي هل سنبغى أن تعامل زين ولا مو زين يعني قدرتها المالية ملائته أسأل وفي ناس طبعا يأخذون عن طريق البنوك ما البنوك ومؤسسات إسلامية هذه ما فيها خلاف يعني لأن هذه مونونة شركات محترمة يعني أو بنوك محترمة يعني هذا بالنسبة لموضوع الثقة والحين انفقدت للأسف يعني للأسف كل منها أبو دب يشتغل فيها الشغلة وأقلبهم أنا أشوف أنه بدون ترخيص للأسف وتركيهم الحبل على الغارب أنت صاحب أنت كويتي وصاحب مكتب ومسؤول عن توقيعك في الدفتر ومسؤول أمام الغضاء لازم ما تسلم هذه الأمان اللي عطتك الدولة والدفتر حق آخرين لأن أنت بالأخير بكرة مسائل هذا يروح يسوي بيعه من وراك وهمية وأنت توقع وأول واحد تنجر أنت فلا تكون دقيق والله ليه واحد ملايين يقول يعطني ورقة صفحة من صفحات دفترك والله ليحط ملايين ماضي لأن أنا بكرة مسائل أمام الله وأمام الغضاء فاليوم ما عاد فيه ناس قلوبها على يعني ماضي على عمله وعلى مصلحك تغيرت تغيرت وائد وائد فيه تغيرات على شنو قصة مكتبك اللي عند حسينية معرفي خلي مكتبي قصة قصة جميلة يعني ما شاء الله هناك مكاتب نادرة جدا لأنه بالضغط هي ثلاث مكاتب مسيد صح مجاب الحسينية مسيد وبدأ في ثلاث محلات هذا سابق إن كان محل مشهور بالكويت محل رائع الفحم إشكالية مع ما كان يدفع الأجرة وحاولوا يخلونا سنوات وتعاطفوا مع أهل المسجد وكثيرين من المصدلين وخلوه سنوات بالأخير تقاعس في هذا فأخلي بحكم محكمة لأنه ما قدر يعني يسدد المديونية اللي عليه فارتقوا يعني أعتقد الأمان العام للأوغاف لأنه هذه تقريبا مبنى تراثي تحت أمبريلة الأمان العام للأوقاف وديرونها شركات خاصة تبع لهذا فشار عليه واحد من الأخوان الأعزاء قال يا أكون مكتب فاضي ليش ما تأخذه شون أخذه يعني شون أخذه قال لا هذا له يعني آلية معينة عشان تأخذه تتصور خذيت أنا ست موافقات عشان من ست جهات عشان أخذ هذا المحل شوف البورغراطية الليل أول شي من يعني إذن من ملاك المسجد كان طبعا اللي هو يزهر الله خير العم الفاضل العم حسن أبل هو اللي جدد المسجد والحساب الخاص وأحياء من رميم يعني وفي جماعة المسجد الملاك الأصليين ما قصروا رمموا المسجد هذا مسجد تقريبا اليوم عمره فوق المية وشوية سنة رمموا وطلعوا من هذا المحل ما الفحم ثلاث محلات لحسن حظي عندي أحسن جيران يعني مو وايد الأخ مسعود حيات ابو علي معروف رجل يعني من الناس الاقتصاديين الكبار وعندي الأخ عبد الكريم كرم جيران ثلاثة حنا غيرنا ما كو في المنطقة ومكانهم وايد مميز ومحل عبور كل التجار اللي يروحون البورصة اللي يطعم البورصة اللي يروحون للحسنية في المآتم وكذا فصار مثل في دوس رجل رايحين يايين يعني سبحان الله الله يرزقك في زباين تييك رزق يسلم يمكن في هاللحظات يعطيك عقار تبيع وعنده عقار وكذا يكرم هذا برب العالمين يعني فحتى أنا ما أدوم بس أنت أنا بس هذا كنت اللي وصل أنا عندي قاعدة مميزة في المكتب يعني اللي يسمعني يشرفني يقيني وزورني أقعد كل ثلاثة صباحا لأن أنا كون طول الأسبوع مشغول عندي مكتب آخر يعني مكتب استشاري خاص يعني حق الأمور العقارية أعطي نصائح ومعلومات ربعي وحبايبي أيضا في مكان مميز فأقعد في مكتبي هذا اللي عند حسينيات معرفي كل ثلاثة صباحا بس يوم واحد بالأسبوع لأن أكون طول الأسبوع مشغول يا بالبلدية يا بالمطافي يعني إجراءات المعاملات يعني يوم لما تسوي مثلا مبايع أو شي لا تروح العدل وتروح البلدية وتروح المطافي إذا كان عقار استثماري أو تجاري فعندك لوية هذه أنا ما أحب أونلاين بروحي أروح ما عندي مندوب أنا رئيس مستدارة أنا الموظف أنا الفراش أنا الصبي أنا أفتح الباب أنا رش ماي عند الباب مثل أول رش ماي رش ماي فأي مبتر وأفتح وني بريوق حق الربع طبعا أكثر ربعي يطلبون المنيو مثل القتلات يطلب المنيو بالليل يقول أبي مهلا بكرة فلانية يشتبون الريوق عشان بيوني الصبح أيب لهم من محل اللي يبون يعني نوع من أكثر شي الخفاية في ساندويتش يعني يعني عقارات مئات اللوف ما مخالب نغير الستايل ما تصير تيب لهم باشا وتيب لهم مدري شنو هذولا ما عندهم مانع أول كنت أوديهم عند شسمة عند راعي لشبدة في سوق سوق السلاح كان في محل حق القديم كان كنا نروح أوديهم ماشي ويشربون لبن وعند راعي لشبدة الحين المحل للأسف احترق الاريا كلها احترقت الحريق المباركية كل هذي إن شاء الله بعد ما يرممون هاي فيعني نوع من التغيير مرة بالأسبوع هم الجماعة ما يملونك ولا تملهم وانت تشتاق لهم ودزلهم رسائل شوية طابع آخر من من الزيارات العادية يعني وكل أسبوع أغير قروب اليوم قروب معين باتر قروب مثلا اقتصاديين تجار عقار ممكن آخرين واللي مر حياة الله أنا أتشرف في حضور أي واحد ييني في المكتب لوح ننسول وانا حتى مكتبي عبارة عما أتحفظ غير في منوع من اللوحات القديمة لوحات سيارات أنا هذا ودي يصور ما شاء الله عبد الله أنا لحي ما بيدش بالساعات شوي بس ما شاء الله هم عندك هوايات معينة يعني ما أتشوف نادر ما أتشوفها صراحة ما كنت أدري عنها منها ما شاء الله لوحات سيارات أي شون غصتهم متى بلشت والله هذه اللوحات وايدة يعني شغلة غديمة كنت أحتفظ فيها أكثر من 45 سنة ما شاء الله عندي لوحات سياراتي بالثمانينات وبداية السبعينات يعني خاشهم ما كنت يعني مثل ما تقول أسلمهم أو مطلع بدل فاقد وخاشهم حين موجودين على جدران المتحف ودخلت كثير مسادات لوحات وشريت من الكويت وبرى الكويت وكان سوق عامر يعني واللوحات مو بس مو بس لوحات لوحات لأشخاص معينين يعني من حكام من حكام إلى إلى أفقر فقير عندي يعني بعضهم عرف منه رائعهم بعضهم قاعدة تعرف لأن هذا مثل يعني توثيق توثيق لتاريخ الكويت تاريخ إصدار اللوحات من أيام بعالمين إلى يومك هذا كل الإصدارات بجميع أشكالها إذا شريت شيء ممكن تروح تبحث أي أبحث وعندي كتب وعندي مجلدات أجنبية وتابع لأن هناك عندهم يكتبون عن كل الدول وراجع أشوفها هذه أصلية أو أصلية في أجانب كاتبين كتب أو كاتبين شغلات عن لوحات الكويت أي يكتبون عن كل الدول الإصدارات والإصدارات يكتبون هذا تاريخ بالنسبة لهم إرث متى طلعت أول سيارة من اغتنى أول سيارة أول لوحة شلون كانت يعني طبعا نحن في البدايات كانت كان الحاكم عنده سيارة بس يمكن أو 2-300 تجار لوحاتهم معروفة حتى أم علمين كانت معروفة باللوحة يعرفون من مالتها شني يعني أم علمين نعم شني يعني أم علمين علمين علم الكويت أي كان مثل الأكس للأسف أنا ما يبت نموذج من النماذج أدزلي صورة أدزلي صورة من النماذج صورة تغريبا اللوحات في عندي لوحات أصلية وعندي في شغلات ما قدرنا نحصل عليها في كوبي منها بس الكوبي مو ذات قيمة مو مثل الأصلية مو مثل الأوريجنال اليوم تبي شيء مقلد بس في ناس اجتهدوا وحاولوا يسوي مثلها عساس تكون يعني هذا رمز من الرموز يعني وبعدين الإصدارات من الخمسينات والستينات والسبعينات والثمانينات والأحرف والعواصم وشلون سارت وشلون ليه يومك هذا تسلسل يعني أنا عندي بلا فخر يعني عندي متحف حتى لدار العامل المرور ما عندهم ما عندهم مني نعم يعني يمكن إذا حبوا يطلعون ويشوفون حتى إصداراتهم أنا ما عندي مانا حياهم الله شرفوني في أي وايد وايد يوني ناس زاروني طبعا أنا مو فاتح المكان بشكل يعني عام بمواعيد يتصلون فيني ويوني يعني بشكل خاص يعني تحب تشارك هواياتك ما ما حب أنا ما حب وايد أطلع ما عندي وقت ماك وقت ما تلاحظ خيول سيارات ساعات البيت ومتطلبات شغلك مكتبك يعني على قولتهم رأي البالين شذاب يعني بعض هذي في كورونا صار عندي فراغ شلون سويت المتحف صار عندي فراغ كبير ماكو شغل كل حضر قاعدين بالبيت يا داش المطبخ صر طباخ ماهر أنا حب الطبخ صر طباخ ماهر يعني كنت أنافس أكبر طباخين الطهات على قولتهم وقم تسوي أكلات أنا ممصدق أنا أسويها يعني أي والله العظيم كان يستغربون شون تسوي لنا فلافل شون تسوي لنا حمص شون تسوي لنا كذا طبعا أنا ماني ساحر أقرأ اليوتيوب وكذا براء تطلع أحلم اليوتيوب إي إي وأحلم من اللي كنا ناكل في مطاعم ليش لأننا نحن نحط أشياء صحيحة يعني مو مثل مطاعم يحط لك شي رخيص وأي كلام لا نحن نيب أحسن فول أحسن حمص أحسن خضرة أحسن كذا أحسن حمى أحسن سمتش أحسن كذا فيطلع الشي لذيذ مو مثل ما المطاعم شغل تجاري بطاقة لا لا صرت طباخ ماهر وبديت تسوي أكلات حين نسيتها حين قعد أرجع حاول نشرة ذاكرتي في اليوتيوب أنا تسويها لا حقا تطبخ لا أحنا وقفت لا لا ولا أطبخ أطبخ ودشة شارك الطباخ أخلي مساعد أنا أصير شيف يستغرب تطلع عيوني لا يبا لا تستغرب هذا أمر طبيعي أنا طباخ ماهر قبل لا تنولد أنت ماشا الله الحمد لله فيصير عندك فراغ فيصوي طلعت كل اللوحات اللي خشيتها من هالسنين بدأت أطلعها وأطلحها وأبروزها وأحط لها مثل ما تقول خلفيات جميلة وتواريخ وشغلات أدونها عندي أرخهم أنا أعرف الحين حفظتهم بدون ما أحط عليهم أقدر أقول لك هادي الشذي هادي الشذي هادي الشذي ما كان عندي شغل يعني آق مكتب لا بيت لا كذا السهر ما تدري شي سير سوري يعني آيك وباء متى ينتهي والتفتنا أيضا بالليل حق الماساد في كل فترة يعني كان تذكر لا لا أتذكر نعم صحيح أخليها عقوبة صحيح أنا والله عبد الله كل ما قعدوا إياك ما شاء الله نحن اليوم قبل أن نسوله أستمتع لأن تحب من شغلات نادر ما تصور يعني صحيح نار عندي لوعيب لوعيب لاعبين كانوا يأخذون فنايل فنايلهم نفس لوحة السيارة مثلا الأخ جاسم يعقوب المرعب رغم تسعة وسيارته تسعة جيم أعرف شون سعد الحوطي ستة ستة سين زين أكو بعضهم أنا اقتنيتهم بعضهم ما عندي قاعد أحاول بالله حتى قاعد أحاول أسأل الأخ جاسم يعني أخ عزيز إذا عند اللوحات يعطينا كوبي منها نحطها في المتحف بالعكس تثري المتحف يعني بالعكس هذا هو سطورة سطورة جزء من تاريخ الكويت أبو حمود يعني أنا أحب أحب شخصي يعني أخ عزيز في ياريت لو أحصل مثلا لوحة أحطها ويأخذها في أي وقت يبي بس نوع من الرمز هذه يعني مو مش اسمي فشخصيات وعرف هذه من مالتا ملوتي أنا ملوتي والدي سياراتي سيارات هذه الساعة الأهل كل لحة اللوحات موجودة عندي احتفظت في بدل فاقد يمكن أنك كنت أكثر واحد يطلع بدل فاقد هذه معلومة يعني ما حل يدري يعني أحتفظ فيهم ما كان يدرون ليش ولكن أنا أدري ليش بس للتاريخ سبحان الله حين صار عندي متحف أي ما شاء الله أي والله الحمد لله عزيزي حم قبل أنتش بالساعات الخيل شنو علاقتك بالخيل الخيل خيل مخلوق عجيب طبعا أوصى عليه الرسول صلى الله وسلم يعني في الخيل وكل العرب وكذا تكلموا بالخيل وأشعار وهذا بصراحة أنا مري بالخيل بس أحب هذا المخلوق مثل ما قلت لك الهاوي والبطل عبدالله ولدي بطل عالمي يعني ما شاء الله عنده في في كثير من الدول في أوروبا في السعودية في الخليج عنده ما شاء الله وعنده نوعيات جدا فاخرة ويعني مثل ما تقول سلالة يتعب عليها من نوادر السلالات طبعا أنت تعرف يشترون بأغلى الأثمان ذولي يبون سلالات يعني مثل ما تقول التركيب من شي لشي من سلالة طبعا هو خيل العربي أصيل وفي ناس يسمونه وفي من الخيل مصري يسمونه خيل العربي أصيل وخيل خيل شي سمونه البوليش يسمونهم فحبت وقمت حظر مسابقات وقمت أتفاعل وياهم يتعبون يعني هذا بالأخير سوري يعني بهايم حجلكم الله يمرضون نمرض لهم نتعب يتعب لهم لأن تحس في ألمهم يعني يتعبون فصار الشيء مؤلم يعني فتتعاطف وياهم وايد وشنو وايد أليف يعني الحصان وايد أليف يعني وايد 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 حبيته وقمت أشارك وأعطيهم مسميات يعني لما يبون يشترون سلالة جديدة أو مولود جديد أسميهم مسميات حبيت الشغلة هذي ودي أديش بس أخاف أنافسه ما كسر روسه يعني لا أديش لأن سوري الشغلة متعبة توصل حتى شمال أمريكا الجنوبية عشان تييب تروح أمريكا الجنوبية تروح أمريكا تروح العالم تلف عشان تلقى سلالات فما لي خلق الحين مو بسن إن أروح أدور دور الإحصان فالأولاد خير والبركة يعني عبد الله عنده ما شاء الله تبارك الرحمن وقعي حقق بطولات والحمد لله الشجعة ما عندك مشكلة الشجعة تدعى شجع شجع فشي وائد طيب بالعكس أحسن ما يلون في أمور ثانية أمور دنيوية مو زينة يعني الحمد لله يعني هم ربي أكرمني بأولاد مصليين وأنعم علي ببنات الحمد لله يعني أحمد ربي يعني بالعكس هذا أكبر أكبر إرث لي يعني فالحمد لله يعني ليش ما أشجعهم ما أشجعهم بالعكس يلون بشي حلو وجميل صحيح مكلف بس كيفهم ندعمهم محنة من تحت لتحت أحمد لله يوفقهم وعندهم مواسم بطولات وشارك أنا أروح وتحمس تروح وتحمس سطر الأول أقعد وصفقة ويدي تعورني من الصفقة ليش لأنه يبي من تشجيع يعني شوية يعني الحياة تشكيلة لازم تتغير الحمد لله شنو بعد هواياتك ما صرفنا فيها نحن صرفنا ما شاء الله لوحات عقارة نخرت هكي هواية وشغل أنا أنا مو صنعتي بس يعني استهوتني الشغلة هي مثل هواية وبعدها صارت صنعة يعني بس ما ركز عليها يعني ما ركز عليها هذا يا رزاق بيد رب العالمين يمكن اليوم تسوي لك صفقتين يمكن تقعد راسلي ما تسوي ولا صفقة يعتمد يعني يعتمد هذا رزق ما حد يتحكم فيه لرب العالمين وممكن أنت تسوي صفقة تريحك عشر سنوات يعني أنا الحمد لله بفضل من رب العالمين أسوي شغلات يعني أنا أتعامل مع الكل اللي عنده شقة واللي عنده أرض مئة ألف متر واللي عنده أرض بملايين ما عندي تفرقة مو ييني علي والله عنده بيت بالجليب ما أتعامل معه ليش يعني بالأخير عقار وهذا علي لي ييني مو ييني العقار أنا يعني أميلة للشخص يعني ترجع للعلاقات للعلاقات أما لا والله ما أخذ من هذا لا أنا أتعامل بشيء معين أنا بديت صغير لين وصلت للاكبار لين وصلت إلى الشركات أنا كنت أبيع قطعة أرض بعدين كنت أبيع بالعشرات أبيع بلوكات ماشا صفقة البلوك غير صفقة أرض هذه قطعة أرض أنت بايع خمسين وبايع أمية فسويت ثروة منها يعني الله أكرمني يعني في في وقت لهذا ييني واحد الحين هذا منيله وهذا مدري شنو يعني تعرض حك وايد أمور حاشي ما يدري ما يدري تاريخي شنو باكراوند مالك أنا كنت أسئلك على الشغلة بس هم منه يعني هذا شيء حر يعني أنت تتعب وتشقى ما تنام الليل يعني أنا أقول لك طول الأسبوع راكضة داوم يوم واحد ما تحسب هذا السعي مالي التعب الدنيا يعني العيوب مو بس في ذولا يكون عيوب فيه يصير بعض ملاقي العقار يصير يشتري عقار بخمسين مليون يعيز يعطيك عمولتك كلها يكاسرك فيها أنت دافع مئات الملايين وما تعطي الريالة السعية وهم مو زين يعني وكو ناس لا والله يكرمك ويعطيك زود وذا ربح حميك ومرات حتى أنت ويكون هو مو معني أنه يحطيك عمولة بس يحس أنك أنت فتة في صفقة معينة والله يكرمك الزباين يختلفون العملاء يختلفون مو مثل أصابيعك يعني عاشرت أنا الكثير وفي منهم يتعذر ويتملص ويروح مكان ثاني عشان لا يعطيك الحمد لله أنا ما عندي وفي من من توفاه الله وراح وأخذ حقوق الناس هذا وين الله يقفر لي أنا وغيري يعني فالموضوع مو موضوع سهل لما نقولك ماكو ثقة الثقة مو بس بالعملاء مرات يصير بين البايع والمشتري يختلفون في آخر اللحظات قبل أن نتذكر موضوع العقار ليش العقار عندنا من الكويت احنا سوالفنا أراضي الضاحية يعني واحد خبير مثلك أبيك تشرح لي حق أنا يعني كلش ما في فكر عقاري ليش بيت بالضاحية ينبع باربعانين أرض بعد والله شوف هو أول شي في وفر مالي زين الحين صارت هذه المنطقة شو نقول يعني بالمميزة منطقة برايم يعني زين والعرض فيها قليل جدا جدا واللي وياه تاجر عنده الله منحم عليه يبي في هذه المنطقة ما يبي يطلع بين عن أهله أو حبايبه أو يبي هذا فأكيد يعني ندرة العرض فيها يرفع من قيمة العقار أيضا تروح شوية شوية سكنية واوي لا عرف شون يعني هم نتكلم في هذه ليش لأنها محتكرة مو كل من واحد يبيع يعني مو منطقة تجارية أي واحد يبيع فيها ويستفيق ويحصلنا ما تطلع بعد صح إي في للحين يعني حين لو تراه تروح شوية سكنية تلقها ساعة خمس صخة ماك واحد ما تشوف إلا الخدم سوري رايح يبقى بز لأن أقلبهم الآن صاروا الجيل الثالث أو الجيل الرابع ما باعوا ما باعوا يعني الأصول مالتهم أو أصول جدة أو جد جدة أو أبوه ليش الله منعم عليه وما عنده مشكلة أنه يخلي بيته أو ككيانه اللي ربع فيه أو كبره وفيه أهله أبوه أمه المناطق الثانية هذا المناطق مميزة فيها يعني عقارات محدودة فيها مثلا ثلاثمائة عقار أو مئتين عقار فندرة فيها في البيع والشراء هذا يرفع من شأنها ومنطقة مميزة حثفة عصى مثلا شارع في هاديستان أي يعني أنت بينك وبين الصالحية تروح ماشي حقي اللي حب يسوي رياضة طبعا بس بالجو الحلو الحين لا وين يقدر والله على ما يوصل هناك نازة ستين كيلو وهل صج أنه هم يعني هم يحرصوا أنا ليش قلت لك يحرصوا أنه ما يبون أي أحد يديش المنطقة فهل فيه ناس قاعد تشتري بس عشان ما أحد يديش المنطقة ممكن وارد هاي الفكرة موجودة يعني بس وله أنا أشتري إي عشان تحتكر ما ييني أي واحد يديش عليه طبعا هذا الشي حلو قاعد يحرصوا على جيرانهم وهلهم وهذا ما يديش دخيل عليهم لا ما أعتقد بالعكس فيه كثير من الورثة والأول هذا باعه كثير كثير وهاي تصار فيه تغييرات وهاي تغييرات يمكن فيه ناس تمت وفيه ناس لا استبدلوا جار جار ويا جار يمكن أحسن من الجار الأولي أول كان بيت مهجور الحين بيت فيه ناس وفيه حركة هاي هذي أمر طبيعي في كل مكان بس ليش أنا أقولك الأراضي محدودة فيه المناطق يعني لما تي نقول لي شويخ صغيرة يعني شويخ ألف وشويخ باع صغيرة وكل واحد يبيع وكلهم من عوائل مقتدرة يعني الحمد لله تجار الكويت أغلبهم يتمركزون في هذا المكان مو بحاجة ثلاثة أربع مليون ما تسوي لي شي يعني أرض ما شاء الله أتوقع أغلى متر بالعالم اي أنا أتوقع أغلى متر أغلى من اليابان اي أغلى من جبال القلب أغلى من بابري هيلز اي أربع تلاف أربع تلاف دينار المتر اليوم حوالي اثنى عشر ألف دولار زين مو شوية يعني 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 تشري مغاطعة في بلدان أخرى اي ما شاء الله يعني في المبلغ هذا مغاطعة مغاطعة بالهذه يعتبر استثمار للحين نعم يعتبر استثمار اللي يشتري بأربع بالضاحة يعتبر استثمار ورغا ما تدري شون يصير يعني ما عندي لحنا وصلنا يمكن الذروة مو شيء سهل لأربع مليون يعني لا وبعد بيهدم وبيبني زي اللي بيبني هذا يبي شاري بيت بأربع مليون ما يبي يبني بأثنين مليون اكيد بيحط عليه وبحط فيه وبسوي ها بالواقع لو تشوف يسوى أكثر وفي عروض فيه ما حد يقدر يجربها يعني واحد حاط بيته بالسعر الفلاني ما يشتري إلا الواحد على قولته ما يدعم معدعوم هذه مناطق مميزة ما نقدر نحكم عليها بواقع الأمر حتى بالمناطق الثانية غالية يعني يكون مناطق تضاعفة أسعارها يعني أنا هذا اللي كنت ما كنت ما كنت ودي نقيد يعني يعني إحنا طلعنا شفوش عن ساعات فسعار يتحملون يعني واحد بعمري ما حلم أن أنا يمع مثلا نقول معاش الفلاني يمع أن أشتري أرض بالكويت خلاص وين نقدر نشتري أغل أرض يعني نحن المسايل وذلك صار ربع وثلاثمائة لا ما 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 بالعقس أنت مش نص لا لا ما 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 بالعقس أرجلنا وين يروح يعني يعطونا ورا المطلع وصل ربعنا صب العراق لحين ما دري ليس يقلعونهم هناك الأراضي شاصحة صوب تعالوا يبوهم شوي ينوب ماذا يعودون الناس بعيد ليش والله نحن كثر أنا قاعدت مع وزار شابقين وتكلمت وعطينا نصائف وعطينا حلول يعني ما كو وزير ثلاثة أيام أربعة أيام حلوا المجلس طار الوزير كل معلومات اقتارت ويا قاعدت في عدة مؤتمرات وشرحت وحطيت وقلنا وعطينا حلول وما كاتب هندسية أفكار حلوة وجميلة توفر على الدولة وتوفر أراضي بس ما 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 في إذن صاغية يبيدك صاحب غرار هذه النقطة وزير يثال يام ويمشي كل كل ست شهر ما يمدي حتى يسوي شي وين تبي يعني العجلة تمشي الله يعين ايه والله يعين خلتش بتخصصنا ما عليه طبعا من الهوايات الثانية اللي عانى عندي ممكن ما حد يدري عنها هم طلعتها في فترة الكورونا ساعات مو أي ساعة ساعات الحائط بجيت جمع مجموعة كبيرة ساعات الحائط كثيرة 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 أشكال ونواع بس ما اي ساعة ساعات برندات ماركات معينة مثل ما احرص على ساعة تيد ماركة معينة ليش لان لها تميز تلقاها بعض المحلات تلقاها في محطات القطار تلقاها في المطارات تلقاها بالفنادق قام تستهويني كل ما ديش فندق حط لها ست سبع ساعات توقيت نيويورك توقيت توكيو حبيت منيني محطة قطار عشان تعطوني ساعة منيني مطار انا ما عندي مطار بعدين عرفت ان يعني يبيعون في مزادات ومزادات ودشيت والله شريت مجموعة وبعض وكالات ساعات يعني حسوا ان انا حب الشغلة كثير منهم هدوني ساعات يعني يعني خص بالذكر وكالة باهبهاني ما قصروا وياي يعطوني عدة براندات يعني ما قصروا ومنها ماركات جميلة وحلوة واعتز فيها انا عندي اللي تيني هدية ترى اقل واثمن من اللي اشتريها ليش لان لها طابع خاص يعني ياتني بدون تعب سبحان الله وهذي كان دافع على فلوس ما تستهويني مثل هذي هذي يحبها اكثر الحمد لله شنو قعد تخطط عليه هالأيام شنو قعد تدور لان فيه شغلات صحبة تحصلها يعني الساعات الحائط مثل ما قلت تهدى اي وعادة الهذي مو اي تمباع خاصة هذا شركات كبيرة منهم باتك انا ادري باتك وايد ناس يحبون والله باتك عيست منهم يمكن عطوني اقلب النوعيات ساعات الهيد بس ما تلحط ما تتزحسح لهم العرفة قبل ينباعون عادي ما عندي مانع اشتريها ما عندي ما يبيعون وخاطبت الشركة الام وطبعا عن طريق علاقات اختكم عبدالله هي اللي مميزة في باتك مو انا ترى عبدالله هي اللي حببتني في الساعات ومن كثر ما وديتها واشتري لها خربتني يعني في المشال هذا الله يحفظها يعني عندها طبعا يعني خنقول بالعم يخرع فيحسبول حساب حتى قلت لها خاطبي للشركة بالمراسلات عن طريق بناتي يعطولنا ساعي ما نبي مات يد بنحطها على الطوفة ايه مات الطوفة بنحطها في الصالة يعني نكشخ فيها شوية يعني خاطبنا والله ما وقفوا وقفوا والله الشغلة حلوة بالعكس جداريات جميلة يعني حطها أنا مع اللحوت يعني مجموعة كبيرة لا ان شاء الله لنا زيارة ايه اتشرف يا علي والله انا من سماق ايلك تعال لا ان شاء الله ايه يمكن بعد كم يومتي انا نداش فيه هواية ثالثة وقفة غريبة ايه حاضر تحت امرك وينك هلا يوم الساعات تشارك لنحن يعني اشارك ونافس بش طبعا على الشيء الهديد ما شوف السوق فيه شيء يديد قمت اروح الغرب وشذي يديش مزادات بره هني ما شوف يبون شيء ثقيل ونادر يعني الانتاج غليل خصوصا لليومين ترى اجازات الشركات صح شهر ثمانية عندهم مالهم من اعتقد من تصف ثمانية الى تسعة يطلعون كلهم اجازات يسكرون المصنع يسكرون الدنيا صح ماكو ولا واحد يداوم فيهاي معلومة يعني مو كل واحد يعرفها فالجماعة يطلعون اجازات عائلة وابو عبدالله ليبون ساعات ما لهم شغل فيها فطل عمرك اشتري والله تقريبا ما زاد ما زاد وترك اذا نزل شيء يديد ما عندي مني انا ترى قالبا اشتري الدور انا اقول لك ما شاء الله وابو عبدالله انت عندك يعني ما بدي اذكر اللي كنا نسأله فيهم بس انت تاخذ من بتك تيب من روليكس تاخذ من الفلان بحبهان لا لا ليش تحب شوف شوف شهادة لله شهادة لله مو مدح ولا انا اعرفتك من كل من السي او للملاك للمدارة كلهم كلهم يعني كلهم كل احترام وتقدير ومو مقصرين ومعاننا كلش بس طبعا ما ناخذ حق غيرنا ناخذ دورنا و ما يمنعوننا من اي ساعة نتملكها يعني نتبع فلوس بدفعون الاخرين طبعا بس هم عندهم مثل ما قلت لك انا من قبل سياسات يعني في الاولويات عندهم عملاء مميزين في سوبر مميز في دبل مميز او في سوبر دلوكس على قولتهم فمو كل واحد يعني مثل الثاني في في واحد يعني بالشراء كمية الشراء اكثر منك فاكيد يتميز عليك لما يطلب ساعات يمكن انا اطلب ساعة مثلا قيمة 40 الف هذاك يطلب ساعة من 300 الف فاكيد انت لو حتى لو تكون انت الانر تميز من شخص لشخص اخر ما يزعلك او زعلت على احد لا اذا ما عندي ليش ازعل لا زعلوني مرات احس ان الساعة هذه لي والقاها على ايد شخص اخر احس انه ما يستحقها انا استحقها قبلي يصير يصير نوع من يعني ما يشون ما يسميه يعني احس ان مثل غيرة عرف شون ايه غيره هذا مفروض لي يعني ليش يعطونه فلان لابسها وفلان ما عنده عنده تاريخ مثل تاريخي او عنده عنده مشتروات كثير مشتروات بس يمكن عنده علاقات هم هذي موضوع علاقات يعني مجدادات متعة متعة بس تخسر تخسرك ايه تخسر وايد يعني انا قاعد اشتري ساعة ممكن ممكن اوصل الى عشر اضعاف انا بقول لك قصة ايه زين يوم من الايام كنت انا كل سبت في الافنيوز الصباح طبعا اروح تريق ونقعد لاذانو الظهر ونطلع طبعا انا واختكم عبدالله لان انا طول الاسبوع ما اشوفها يعني بس يعني يلا يدوب نلتقي ما تغدو اياهم انا عندي غير نظام غذائي نظام كذا هرفت بحني السكر كل من هالساعات العيون ما ترحم يا علي ايه والله نزلت حوالي عشرين كيلو اي يعني اقول يبا الله اعطيك الصحة والعافية الله يهنيك لا يعني سبحان الله هذا طبعا الحسد مذكور في القرآن لازم الواحد دائما يرقي نفسه من الموضوع هذا الحمد لله على كل حال فكنت في الافينيوز اسحب من الجهاز السحب العالي لقيت واحد يطالعني من فوق لحجر ودي يحاشيني استحل ولد شاب والله من الشباب وعرفني على نفسه والنعم فيه يعني ما يحضرني اسمي الحين فاقب ما خلصت من السحب اقول لعمي قلت لها نعم اقول لك شي ما تزعل لها والله ما ازعل خير طبعا قلت لها من حضرتك وعرفني على نفسه شاقول انا مسميك مسمى ما تزعل لها ما ازعل اذا مسمى زي ما ازعل شاقوا انا مسميك اسكوبار 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 زعيم عصابة ما فيا شاق اي والله انا مسميك ما فيا الساعات توليت ابي مسمى حلو موسكو بار فتشكرت منه يعني على طالب قصد الطرفة يعني فقلت له مشكور ولقب حلو مجرم ساعات ما يخالف اسواله مجرم شغلة ثانية يعني مخدرات وهذا اي والله الحمد لله على كل حال هذي من الطراعش يعني اشتهرت حتى باخير البركات ينا كنا قاعد نسولف قلت لك قلت لاني لا ينافسني قدام ليلة الكب ايي اعوره ما يدرون هو يمكن واحد يديد ما يدري ما يدري انا لو قولت قصة اتضحك شوية زين طبعا يوم الايام دخلت على ساحة مميزة وجديدة وهذه مقطوعة من السوق مموجودة انزلت في احد المزادات فوصلت تقريبا 10200 دينار هي قيمتها الحقيقية 8000 دينار في الجبيلي الطرف الآخر اللي كان ينافسني يزيد 100 دينار أزيد عليه 1000 يزيد لي بعد 100 وصلنا 200000 ويزيد أنا أزيد بلا رحمة وهو يزيد وهو يزيد 100 أنا بعورة مقادر يتعور المهم وصلنا 24000 للساعة من 10200 سعرها 8000 دينار سعر الوكالة ولا سعر السوق سعر الوكالة وصلت 10 وصلنا 10200 لأنها مموجودة بالسوق وهذه مقطوعة ديسكنتينيو قلت دخلي أشتريها 10200 تمام لا شفت المنافس باله طويل وأنا مو عارفة صراحة أول مرة نك جديد وأشتري ساعة ذاك اليوم ذاك الليلة 24000 اللي سعرها 8000 اللي سعرها 8000 يعني ثلاثة ضعاف أنا حريص من باشر أروح أعطيهم فلوسهم لأنهم بيعطون اللي شراها اللي باعها وحريص يعني ثاني يوم أروح أستلم ساعتي ودقق عليها وشيك عليها شيكت على ورقها ومستناداتها قلت تعال يا راعي المزاد الله يذكره بالخير قلت تعال هذا صاحبنا جبيلي اللي أمس ينافسني وكذا تعرفه شوية عرفه قلت له محل الثقة قال لي محل الثقة قلت له بس هو قاعد بلا رحمة تقول أنت ما تريت قلت له تشكوا ها طرع سكران قلت له أنا شكوا أنا حط حالي مع حال واحد سكران يزيد 100 أنا زيد لألف قلت له أنا شكوا داش مع سكارة حد داشوا بالمزادات زاد علي دبل ثلاث أضعاف بس هو صار تحدي حقك صار تحدي صار تحدي صار مثل شبه هجمان تقدر تقول اي طبعا دمان ما عرف يعني مرات أحاول ما داش أداش في مزادات ثانية هم أشتري رحت شغلت لوحة شغلت ساعة ثانية شغلت مدري شنو تشغلت مزادات سيارات صار مثل سيارة سيارة مو لوحة سيارات اي سيارات سيارات اي اي يعني سار مثل الادمان يعني سبحان الله مرات أقول يعني الحمد لله بنعمة الحنة والحمد لله يعني بس كل ما ياتك فلوس طيرتها قمت تحاشي والله مرات ما أفتح أحس أنه أشتري شيء الحين ديش لليوم كل أسبوع ديش مثلا ساعة كلهم كلهم ما ديش لي يومك لي يومي ساعة اللي صار في السوق أتابع بره أتابع في دبي وتابع في أبو ظبي ما شاء الله اي أنا ذكر كنت أشتري من الضيق ويسرور يهي يهي في ناس أثق فيهم يثقون فيني يعني بدون ما أدفع بيزات في قمة الثقة يعني بالسمعة يعني ما يقصرون بالعكس هذا الشيء أنا أفتخر فيه يعني أنه ديش في مزات بدون رابط بدون شيء قمة في الاحترام والثقة هذا شيء وائد مميز لشخصيتي يعني الحمد لله يعني شيء فخر هذا يعني أشكرهم أنا أصحاب المزادات اللي يعطوني كل الثقة لما يستنسون تشتري يستنسون تكون موجود والله ما أدري يعني أنا ماني مميز يعني بس الحمد لله وسوينا صيت يعني الحمد لله بفضل من رب العالمين الحمد لله والسوق ما خلاك توقف في مطاح بالأسعار وشذي ولا بالعكس زت زيادة لا ما شف أنا أنا ما وقفت ما وقف بس ما قاعد يعرضون يعني شيء اللي أبي أو كل شغلات يعرضونها عندي منها قاعد يرضون من الأشياء النازلة يعني خل نقول دون العشرة هلاف دينار وصح صار في يعني ساعة واحدة مميزة ساعة مميزة يخاف حتى المالك ليش يخاف ينزلها أنا أعتقد أن شاريها بغالي حرام ينزلها ما تيب لها سعر ينكسر يعني بكسر شاريها بستين ألف وتيب لعشرين أو أربعين يعني ما يبيحها أكيد الريال اللي شاري يدافع من دم قلبي وبعدين أنا أحس أن الطفرة اللي صارت ما صارت عبط ديشو فيها وايت ناس ديشو فيها تتجار سيارات ديشو فيها مستثمرين آخرين كانت تذكر ذيك الأيام احترامي لهم كلهم أخوان وعزاء وأبنائي دكتور فلاني دكتور فلاني ديشو فيها طبقة الأطباء بلا حدود ديشو فيها بقوة وما شاء الله تملكوا ساعات وشارها وما شاء الله عندهم والله يوفقهم يستهلون عرضتوا شلون في فئات ما كانت تدش في الساعات ديشت وتملكت كان فيه استثمار يشتريها اليوم يبيحها أسبوع الغادم بمبلغ كان فرصة يعني الناس حولت من تجارة معينة إلى الساعات فصارت الطفرة وبعدين صار فيه وفر مالي ما كان فيه قروض كان شيء مهم ترى ما كان فيه ديون ما يدفع الدين ياخذ راتبة كامل فيه جزء منه يشتري منه ساعة لاحظت هذه الشغلة بعدين لا ردت القروض يعني فترة من الفترات صار وفر مالي وقاعد بالبيت ماكو شغل كانوا متابعين ألفين الآن متابعين ستين سبعين فيه فرق اه ايه في ناس تشتري كانت توقع وقعوا 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 اللي اذا كان مضطر يبيحها بكسر مو كل واحد ترى يتغبل انه يقط ساعاته يقول يحتفظ فيها لربما يوم من الايام يتعدل السوق ترى السوق زين بس انا احس في حالة تراقب وخوف ما زالت الساعات صناعتها مو بذيك الكثرة عرفت شون نادرة والوكالات قاعد يستخدمون سياسات انت تعرفها وانت تشتغل بالساعات عرفت شلون التمييز وال يعني الانتاج الغليل عرف شون ما يوفرها حض دعايته في الشارع اعلانش كبرى وماكو ساعة انا اليوم شايف اقوى براند حض ساعة على شارع المغرب تروح الوكالة ما عنده حتى سير ساعة واذا عنده ساعة كاتب عليه ديسل وليلة العرض صحيح ولا مو صحيح هذا صحيح كل العالم قاعد تشوف وفي بلدان ثانية تروح تلقى وايت ساعات بس كلها تهب ما عنده ما عنده الستيل حط بس الذهب المخزون القديم طلعه ينطر واحد يشيل الذهب مو كل واحد يشيله مو كل واحد يلبس ذهب برأيك شنو المستقبل بساعات القريب يعني برأيك هل تحس انها راح ترد والله كل شي وارد كل شي وارد وايت شغلات يعني راحت ونزلت وردت اطلعت وردت يعني في كل وايد انواع من البضائع حتى في العقار عقار تسير لظروف يسير دروب وتجي لظروف احسن يسير زين وايد امور مرد بس عندنا بالكويت الصجلة قال او العقار يمرض ما يموت يعني انا دائما نقول هذا الملاذ العام بس فيه اشياء تتأثر مثل العقار الاستثمار يتأثر لان معظم المقيمين قادروا البلد قوانين عمرك ستين اطلع ما ادري شو انا ما اشوف بلد بالعالم تطرد العالم الا بالكويت عمرك ستين باي باي واناك راح ارحبون فيه كبار السن هذا يترع رعب الكويت وكبر وكبر وصار معلم يوم سار عمره ستين قالوا لابا يباي تعال ادفع فلوس منه استخطبهم استخطبتهم دوار الجوار يا ايك واحد جاهز فني تكييف فني نظارات فني التحليل فني كل كل الذول الفنيين راحوا دول الخليج ياهم واحد جاهز يعني ما ادري تفكير ربعنا شلون ما ادري للأسف للأسف وانت ما اذاك خلق اذا شريت شي لانا ودي اسأل عن غصة اذا تسمح نقولها ايه مثلا ساعة لي لابسها ايه انت عندك اختها او هاذا شلو كانت غصتها بذاك اليوم يعني يد فترة مغري يعني انا ادشت اشتري اليوم نوتلس 32000 نعم اسبوع اليوم عند براشدة بيها 38000 نعم ما اكو تجارة بالعالم شذي ساعة بدون مينتننس بدون لا ستوريج ولا شي ولا شي ايه اتصار معاك موقف شذي ايه انا عندي اختها شريتها في المزاد 96000 وحماس ها يعني 96000 مو بشق لانفس لما اخذيتها سبحان الله وبعد ما شريتها طبعا مبروك ما مبروك اشتغل تلفوني اتصالات في البيت رقم غريب رقم خارج الكويت يعني من المملكة يعني العربية السعودية اخت فاضلة تشكوا انا تابعت المزاد الساعب خاطري والله يعني انا استحيت منها في صراحة حسيت هنا ام الساعة مهي لها يعني حق يمكن حق ولدها او شي فطريقتها بالحوار حسيت يعني ان ما ادري شلون يعني ثلاث شتام رين في فعطتني سعر خيالي فيها يعني حققت 29 وعشرين الف دينار في ليلة وحدة في دقايق في دقايق يعني انت ما كنت دافعت انا ما دفعت ولا استلمت الساعة فهذه اشياء يعني تذهل يعني مني يصدق يعني يصير كذي وانا اسمع قصص اخرى يعني من اشخاص ثانين كنت انا اقول يا ريت مثلهم بس صارت لي حالة يعني انا كل اشتري بالغالي بس هم شروا مني بالغالي احنا ترى مو بس نشتري الساعة قعد اشتري ساعة والدور احنا اشتري اشتري ساعة والدور يعني الحين هذه الساعة لما تروح البوتيك اي بوتيك يقول لك هذه الساعة لا سم تنطر دور ثلاث سلوات عشان يبون هلك وتلقاها بالسوق بدون دور بس بثلاث اضعاف شريت الساعة والدور لا نطرت ولا شي بالعكس يعني انا شريت الفترة الزمنية وانت الانتظار بمبلغ ستين الف ودافع ثلاثين قيمة الساعة عرفت اشلون هذا القصد مالي يعني باعوني دور والساعة مثل هذا يشتري بيت والارتداد الارتداد موله بس يدفع زيادة اشال نرتدي ايه يدفع زيادة لانا موقع معين موقع مميز بكرا يسوي حديقة يحط سيارات يستقبل ضيوف وانا ارجو انه ما اكون ثقيل عليك عليه في اللقاء لا بالعكس لا احما خلصت انطر ايه والله يعني لا لا اخاف بعد يعني المستمع يميل لا بالعكس بالعكس انا عندي كم شغلة ايه مخالف حاضر لانا صار لنا فترة انا لا اقوم بتتابع ماذا نتائج براشد اشوف نتائج اللي حط مثلا في عندي بابا واتش نعم اشوف اللي والله شنو قاعد يصير انه لانه ومو وايد نحب نسولف بالسوق لانه وايد قاعد ياخذ من يعني لا تأثير ما في شك لا تأثير وثالي شي صار هم من ناس يعني مثلا يدش عليك واحد يقول لك والله أنا أبي ريتشار سأقول سؤالي لماذا تحب ريتشار لا يجاوبك ولله لا بس شفت ابو عبدالله لابس واحدة وشفت انه مثلا سعرها 46-45 ألف تنباع بأمية طبيعي ابي اي اي فما كنا نسولف عن السوق بسان ابي ابو عبدالله يعني بعيد عن السوق وانت في ساعات تذكر شنو في ساعات تحبها ما لها علاقة بسوق انه تشتريها حتى لو تشتريها 20 تسوى لها 5-6 في ساعات هذي ببالك تحبهم حتى لو قيمتهم عالية يعني حما شراء لا بالساعة بمئة ألف بس انا ادري عندك ساعات وايد مئة وخمسة وعشرين بس قيمة الحقيقية 44 اي اي قيمة الحقيقية وخذيت كل الالوان تذكر اي موجودة الالوان كلها زين وفعدين زين حققنا يعني امنية جزء من رغباتك او شبع جزء المشكلة عالم الساعات كل يوم يطلع لك شي يديد يبينك ميزانية تخرع اكيد ها يعني مهما انت تتعب وتشقى زين بعدين في بيتك لحق في اشياء لحق في اشياء اهم ما تركز على شغلي يعني احنا لو منقدر يعني بنقيم الساعات مبلغ وقدره زين وبعدين زين شرينا وستانسنا فيهم ولبسناهم وشذي انا عندي بعضهم بس مصور فيهم ايه ما تلبس لا ودي هل بوينج احطها زين وبعدين ما يعني لانا شائع ثمينة ما قلت حطها بالبيت ايه البيت يعني معرض اللي انه يعني فيه يعني ناس داخلة طالع ما تقدر حط شائع ثمينة بشنو تحب تلبس بها فدر شنو اللي تحس انه اوك انا لبست الساعة الفلانية جربت واي ساعات وانا لاحظ ما شاء الله انت كنت تحب مثل ما قلت شتري الدور يعني تنزل ساعة روليكس تبيها البيت البيت بالخميس تلبسها ايه روليكسات فيلي في ساعات تحبها تستانس عليها والله اخر واحدة شريت كانت عندي اول وبعتها تحسفت بعد ايضا اللي هي بلاتين ارغام عربية دي جست دي جست ايه فانزلت اليديدة اللي طوق مشرشر اللي هو طوق ذهب يصير دايما اللي هي بلاتين يحطوا لها طوق ذهب فانزلت في المزاد اللي قبل اسبوعين شريتها وشار فيها منافسة وتعرفت على شخص جميل اللي نافذني احد المغردين المشهورين بالصدفة ما زعلت عليه دفعك اكثر لا ما زعلت عليه لانه كان حنون يعني ما كان ايدي شوائد انا عورته فشفته بالصدفة وعرفني على نفسه وقال انا فلان قلت له والله ساعة هذا انا عندي منها ترى بس قال لا والله رفض واحترم يعني الله يحفظ ان شاء الله فمرات تتعرف على ناس يعني اصحاب ساعات او المنافسين لما تستلم منه يكون وهو يسلمك اياها تجار معينين ما باح للتجارة يمكن باح لسبب ما في امور كثيرة يعني المجال هذا وايد حلو تعرفت على ناس وايد 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 قاعد ألقاها الحين ألقى أصداءها في المطارات في الدخول والخروج اقولوا لك والله بحبد الله اي اي يعني قبل شم يوم كنت أنا والمدام يايين من سفري يعني على طول والله رحبوا فيني وكذا الحمد لله عرفوني اي ما يأذونك تعطل لشنو عندك لا والله لا 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 ما عندي يعني مثل ما أروح ألبس عادية بالسفر العفو يعني ما ألبس شيء أميز نفسي ليش أنا يعني أروح عشان أمباق أو أنطق ييني واحد يبوقني أنا دائما أحرص حتى على بناتي وزوجتي أقول لا تلبسون الشيء الثمين أنتو ستنسون تعرضون حق سرقة حضوا بالكم على غلاثكم هذه الأشياء اللي في إيدكم لا تلبسون ها لبسوا عادية عادية مثل حالكم حال البشر كشخوا في بلدكم ليش أروح أكشخ مثلا سوريا في أوروبا أين يعرفك أكشخ منك وايد مليون عالمي في نيس وكان وهذا أغني أغنياء العالم بتروح تنافسهم بكرة أقعد في ديرتي وأكشخ ألبس كل شيء التجوري كله ما حال يتعرض لك بلد خير ونعمة وأمان بالعكس يمكن أحسن لك في بلدك وأملك أما أروح أشيء القشي وأروح أوروبا وكل يوم قاعد نسمع الأحداث واللي أروح أشحن سيارتي وهناك يطقوني وكسرون جامعة سيارتي ليش بالعكس والله الشيء سيارتي تكرر وكل غضية أكبر من غضية فأنا أنصح يعني حتى اللي عندها ساعة ثمينة يعني يعتز فيها في بلده ويحتفظ فيها ويلقاها أموناك يصيدك واحد من قطع الطرق الحرامية ذولة يعور أيدك ويطقك وتنهان وروح راكض في المحاكم والقضايا والمخافر لا والله أنصح أنا يعني الحمد لله أنا نسولف على آخر ثلاث ساعات يفهم إياك أنت لا بس ولفنا عن الساعة اللي بيدك وهذه وايد ناس يعتبرونها أجمل وأريح ريشار ميل هذه طبعا البيضة خذت منحنة آخر تميزت عن باجي الألوان صارت نادرة وتركب عليها عدة استرابات تمشي فصارت أقلاهم رغم أن أكون أجمل منها عرف شون في الحمرة في الخضرة اللي هي معتز العنابية مدري شون العنابية حين خذينا كل اللاعبين ما نعرف نقضب مضرب هذا ما نعرف بادل ما بادل عرف شون فخذينا على المسميات وخذينا الألوان كلها فساعة حلوة وخفيفة ما تشنك لابسها يعني لا لا وايد مريحة مريحة حتى يوم الأيام أخذتها بنتي راح تلعب بادل فيها فانصحوها ربيحة لا تتيني فيها هذه غالية لا تبسينها اضع منك حرام تقريبها كما بيها والثانية الثانية أنا أعتز فيها لا أعتز فيها لأن وراها أبو يوسف الأخ علي يوسفي هذه ساعة نادرة طبعا أعتقد لميتد علي لميتد اللي هي السكيلتون حبيتها مع أنه ما حبيت العاديات السكيلتون شوي مميز أكثر شغلهم موايد كان غير يعني حتى تذكر عرضناها في في الميتنج أو في العشاء مع العشاء استنسوا منها الجماعة يعني قالوا أوه عندكم ناس أنا ألبسها في المناسبات وحسب الليبس جميلة لأن فيها من روحك يعني والله أنا أشارها من بره بعدها أعتز فيها لمعزت يعني معزتك يعني وايد حلوة هذه وايد يتمنونها يعني عشان يبت هالليلة يعني أنا يبت المميز في تحديد في واحدة يبت مميز ويبت غالي ويبت نادر ومقطوع يعني هذي هنتظل فيها آخر ساعة ما شاء الله تبارك الرحمن آخر ساعة 5712 5712 بس ليش هذي مميزة هذي مميزة هذي صارت مميزة تسكنتينيو الساعة اي هذي طبعا نادر ما احنا عرفناها الساعة هذي كل شسمة كل ستيل لما تصير وايد جولد وتسير مرصعة في باقيت نادرة سووها فترة زمينية شوية ورغم محدود وانقطعت ايه ما شاء الله فساعة ما شاء الله من الساعات النوادر يعني ما تبي يعني مو فخر يقول أنا عندي وكذا وشذي بس يعني عشان الحوار شوية يقول ليش يلبس الساعة أنا ما عندي ساعة معينة يعني أنا مرات عندي ألبس هوفمن وشريت كل الالوان هوفمن استانس فيها لابس أكشخ ساعي ما عندي تمييز يعني مو عشان بس براند وهذا يمكن بس 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 سفر كل من يسألي شونا ساعة هوفمن يقول ايه هوفمن كذا منو كذا تولت تقول ها عند خوش دائق احسن ايه والله دقوا على تايم كيبر يبيع ساعات احنا خابري قلت لا لحين ما شاء الله من كبار مسوقين يعني ايه والله وتستاهل يعني أنا من قلبي والله مثل ما قلت لك في البداية يعني أنت من عندك مشاريع جدا حلوة وجميلة شهادة نحتز ايه والله الله يطول عمرك والله يسلم بالعكس أنت مثل واحد من عيالي يعني والله يسلم ايه والله اعتز نحس أن هذا البوتيك مالي يعني مع أن ما أخذت منك أنا سيور ما سيور بس إن شاء الله الغادم أجمل ايه اكيد ايه او شو صح نختم بالشغلة ايه اش رايك بالتايم غاليري اللي مرينا والصالحية مكاننا اليديد مكانكم اليديد حلو ناعم يخليك تشتري ايه زي ايه ان شفت أرضيته حلوة ان شفت الطريقة العرض حلوة الشباب اللي عندهم ماشاء الله من تديش عليه تحس أنك تعرف من زمان عندهم ما شاء الله بديهة في الزبون يعرفون لأنه مرينا على زباين يعرفون والله وفقك فيه وان شاء الله للمزيد من النجاحات وفروع اخرى امين ان شاء الله تستعر كل خير وارجو أن أنا ما كون ثقيل طين يعني خفيف على المستمعين وانا اعزهم واحترمهم وكل اللي يعني يتابعوني يعني اعزهم واحترمهم حب أخوي من قلبي يعني ما عندي اميز حد على أحد أحد أو مزاد على مزاد اخر لا يزعلون اصحاب المزادات اجز اجيش مزاد بولي عنده نافرين ثلاثة وديش عنده عنده الاف ما اميز لي كل الاحترام والتقدير لهم كلهم اي والله وانت مشكور على هذا اللقاء وانا ادري يعني كم مرة تقول لي واحرص انه يعني اي لك بس ما تصير الظروف يعني ما تخدمني وانا وايد سعيد وايد 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 اي والله الحمد لله على كل حال ومشكور يا اخي علي ما قصرت بيض الله وجهك وجهك ما قصرت